موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وانتم طيبين والنهاردة بنودع رمضان وبنقول والله بعودة يا رمضان وزي ما بدأناه بالحلوة والحادق هنختمه برضو بالحلوة والحادق وحنعمل القطايف الجبارة دي يلا بينا نشوف المكونات وحنعملها ازاي المكونات عندي ايه لعجينة القطايف عندي كبايتين دي ايه ابيض نص كبايت دي السيمولينو الناعم خالص مش ديه البسبوسة عندي معلقة خميرة فورية معلقة بيكنج بودر صغيرة رشة ملح نص كبايت لبن وكبايت مية او كبايتين على حسب العجينة ومعلقة عصل ابيض دي كده كل المكونات اول حاجة هعملها هحط الخميرة على اللبن وحضف لها معلقة عصل حلوة كده كبيرة من معلقة الاكل وحقلبها علشان الخميرة تتفاعل واركنها على جمد وحجيب بقى هنا المكونات الجافة كلها على بعض وانقلهم كده عندي في بولة واسعة علشان تسهل علي ان انا اخلطهم كويس اللبن تفاعل خلاص مع الخميرة وتضاعف حجمه نزلت على الخليط الجاف وحبتدي هزود في المية حبة بحبة لحد ما تتكون معايا عجينة وسط لا هي تقيلة ولا هي خفيفة خالص وحورها لكم حالا عاملة ازاي شايفين قوام العجينة اللي انا عايزة اوصله بالشكل ده اخد كبايتين وربع مية مع نص كباية اللبن حركينها بقى على جنب تخمر نص ساعة العجينة كده خمرت معايا شايفين اول ما تكونت فقاقيها كده فوقيها كده العجينة تمام معايا هقلبها بس كده وحطها في حاجة يكون لها الحفة او البوز دوت علشان تسهل علي الخبز عندي بقى الصينية الجبارة دي بتعمل سبعة قطايف في وقت واحد وتوفر علي وقت ومجهود ووقفة في المطبخ حصب كده خليط القطايف في كل عين من العيون وحلاقيها بتستوي كلها مع بعض شايفين العجينة اول ما نزلت على حاجة سخنة بدأت تعمل الفقاقيها دليل ان العجينة بتاعتك كده نكحة جدا طبعا اللي حتستوي معايا حشلها وصب غيرها لان الحروف ممكن هتاخد وقت شوية علشان الطاصة اكبر من حجم النار شايفين العجينة خفيفة جدا ولونها لازم تطلعيها لونها فاتح كده ما تسبهاش تغمق معاك علشان احنا لسه هنقليها واخلص الكمية كلها كده بالشكل ده اللي يخلص احط غيره فورا وسهلة جدا تطلعيها بمعلقة سيليكون تطلعيها بحرف شوكة بسكينة بتطلع معاك بمنتهى السهولة ولا زيت ولا اي حاجة طلعت الكمية كلها على فوتة مطبخ نديفة شايفين ما شاء الله العجينة عاملة ازاي والقطايف تحفى احسن من بتاعة الراجل ولونها دهبي وجميل من تحته وكلها قد بعض وفي منتهى الجمال هنبتدي بقى نجهز يلا بينا للحشوة انا هعمل نص القطايف حلو والنص التاني حادق هحط في الحلو هحط عين جمل انا كسراكدة مع ارفة بس ما بحطش لازبيب ولا جوز هند ولا اي حاجة والعجينة سهلة وطيعة وبتتقفل في ثواني وعمرها ما هتشقق منك وعلى ضمنتي بجد ولا هتفتح معاك وانت بتقليها عشان الناس كتير بتشتكي دايما الشكوة دي القطايف بتفتح في الزيت هخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده وهنا الجزء التاني من العجينة عملته بالشكل ده كده قفلته علشان حقليه هو كده شكل ارتاس كده في تجويف ده اللي انا هحشيه بالجبنة شايفين الكمية بقى نص العجينة حلوة ونص التاني سادة كده علشان ده اللي حيتحشي هنقلي بقى اول حاجة لازم نقليها نقلي القطايف اللي هي من غير اي حشو اللي هي فيها التجويف علشان ما تغير ليش طعم الزيت هنزل كده بالقطايف كلها وحديها لون برضو دهبي خفيف انا عن نفسي ما بحبش لون القطايف الغامقة اللي هي لونها محروق كده او لونها غامق اوي لا مجرد ما بتاخد لون خفيف كده حلو بحب اخرجها اهو شايفين اللون اللي انا بقولكو عليه هو ده الدرجة المزبوطة خلصت الكمية دي احط بقى الكمية التانية اللي هي القطايف الحلوة علشان فيها قرفة حقليها برضو بنفس الشكل وعلى مناديل مطبخ حخرجها شايفين اللون انا بحب اللون دوت وده مناسب جدا علشان ما بيتعبش المعدة كتر الحاجات اللي بتتقلي جامد في الزيت والقطايف اصلا عجينة مستوية اصلا طلعت كده الكمية وحنزل بغيرها وهكذا شايفين القطايف ولا واحدة شققت ولا واحدة فتحت معايا والعجينة ممتازة عندي بقى شربات القطايف التقيل اللي هو زي شربات الكنافة ويكون سائع والقطايف لسه سخنة حنزلها في الشربات وطلعها على طول وحطها في طبق اهم مرحلة ما تحطيش القطايف بعد كده كلها فوق بعض وبعد ما تدخليها في الشربات علشان ما تتراش منك وتفضل ما ارمشها اكتر وقت ممكن انا هخرجهم بعد كده هرسهم في طبق جنب بعض بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين علشان تفضل القطايف حلوة كده ومخرفشة كده ومنتهى الجمال خلصت الكمية كلها يلا بقى بينا نشوف الحدقة هنعملها ازاي اي نوع جبنة انت بتفضلي انا عندي نوع الجبنة ده بتاع العلب حطت له معلقة زتون معلقة زعتر وقلبت الجبنة كده وهرستها كويس علشان تسهل علي اللي انا دخلها جوه القطايف وبمعلقة صغيرة بدأت احط الجبنة واضغط عليها علشان توصل لاخر قطع في القطايف حطي بقى عليها حبة البرقة حطي عليها رشة زعتر عندك تماطم عندك خيار زتون فلفل الوان فلفل اغدر ابداعي بقى وفنني برحتك المجال عندك واسع وطعمها لذيذ ما قلكيش قد ايه تحطيها بقى كده على الفطار جنب الاكل تحطيها طبق مقبلات تحطيها على الصحور شكلها في منتهى الجمال وطعمها احلى واحلى هخلصت بقى الكمية كلها كل شايفين لو ملاحظين انا كل واحدة بحاول يعني اعمل فيها اي شكل انا بديكم الفكرة وانتو طبعا المجال واسع هتبداعوا انا عارف اخلص بقى كده تعملي بقى الشكل اللي اللي تحبيه شايفين الطبق طحفة طالع يعني استحال اولادك يشوفوا الطبق ده وما يصحوش من النوم علشان يتصحروا اكيد هيتصحروا بيه وما خدش مني اي وقت وتشكله في منتهى الجمال وممكن كمان يتاكل كطبق صلاتة جنب اي اكل لانها جبنة وخيار وطماطم وزاتون والقطايف عجينة طعمها حلو جدا وبقى عندي بكبيتين دقيق طبق قطايف حلو والتاني حادق اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكو وتجربوها وتعملوها بالشكل ده وتقولوا لي رأيكم فيها ايه وكل سنة وانتم طيبين ونتقابل بعد رمضان في فيديوهات تانية جديدة ونرجع لمطبخنا الايطالي ووجباتنا اللذيذة والجديدة على المطبخ المصري واشوفكم بالف خير وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته